السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماكم فايزة العنزي Infection Control Nurse من مدينة سلطان بن عبدالعزيز الخدمات الإنسانية اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن Compound Strive Preparation اللي هي الغرفة المخصصة لتحضير الأدوية الوريدية المركبة والمعقمة الموجودة في الصيدلية طبعاً Compound Strive Preparation هو قسم موجود في الصيدلية يحضر فيه المستحضرات المعقمة المركبة والغير موجودة تجارياً أو المحلي الوريدية حتى يتم تلبية احتياجات المريضة السريرية وحتى نضمن متطلبات الجودة والسلامة والرقابة البيئية طبعاً Pharmacy هم more responsible for preparing and storing these medications أثناء تحضير وتركيب هذه الأدوية المحلية المعقمة قد تكون عرضة للتلوث So we have two type of contamination The first type is intrinsic contamination and the second type is extrinsing contamination ويقصد فيها تلوث داخلي وتلوث خارجي التلوث الداخلي قد يحدث أثناء عملية التصنيع Preparation process أما التلوث الخارجي يحدث بعد عملية التصنيع during مثلاً الخلط أو حتى الاستخدام لهذا المحلول ففهمنا للمخاطر ممكن حدوثها في التركيب والدمج وأنها قد تصل لمرحلة الوفاة بسبب هذه الأدوية الملوثة قد يجعل التزامنا في معايير السلامة أكثر بعض الممراسات الخاطئة في مكافحة العدوى تؤدي إلى التلوث في الأدوية حسب CDC وحسب أيضاً الملاحظات التي يشوفها أثناء زيارات الآية مثل الديفكت in applying aseptic technique practice مثلاً ال lack of proper hand hygiene في بعض الأحيان يكون فيه hand hygiene they are doing hand hygiene but they are not following a proper technique or appropriate duration second thing is lack of trained or qualified person طبعاً لازم يكون we have to have pharmacist and pharmacy technician or pharmacy technician أيضاً لازم نحضر الأدوية في بيئة خالية من بكتيريا أو الفيروسات أو أي كائنات دقيقة قد تكون معدية أيضاً component hood يتم تطهيره بمنتج مثلاً غير معتمد أو حتى ممكن يكون expired product في ملاحظة فقط عن disinfected surfaces of imbuels and files and containers it should be with 70% alcohol أيضاً ملاحظة أخرى unproper storage of medication and files هذه الدراسة يمكنكم الإبتلاع عليها تتكلم عن risk of microbial contamination of the product especially when it's unproperly prepared وأن elcontamination of the medication can cause severe complications to the patient and increase morbidity in the hospital باختصاره مقاس ومعدلات التلوث في الأدوية المحظرة في الcompound sterile preparation والأدوية المحظرة في بيئات أخرى مثلاً الأقسام أو ال-inpatient وجدوا أن الcontamination rate of the dosage prepared by nursing or medical staff كان 7.8% ولكن الأدوية المحظرة من القسم الصيدلية وجدوا أنها 0.08% طبعاً مثل ما ذكرنا أن تحذير الأدوية العرضة للتلوث بسبب أن بعض الكائنات الحية الدقيقة مثل كلابشيلا سيراتيا أنتروباكتروبز قادرة على التكاثر في سواء المختلفة مثل 5% وعندنا مثال آخر اللي هو الكانديدا البونيس تفيلوكوكاس إيكولاي بعد قادرة أنها يصير لها multiplication but slowly in the dextrose وأيضاً أستيديمونس أريغوزا and asinobacter قادرة أنها to grow in the distil water وللتأكد من سلامة الأدوية والمحليب من التلوث يجب أن نحضرها بال compound stripe preparation وبالطريقة الصحيحة التي ضبطتها معايير العيكا في domain D element D2 طبعاً عندنا 9 sub element ورح نتكلم عنها بالتفصيل في سلايدات القادمة اللي يبيكم بس تشوفونا أن في بعض الألمنت مكتوب جنبها D which is need document وبعضها O which is observation and بعضها SI اللي هو staff interview أول sub element موجود معانا أن يكون عندنا unwritten IBC policy and procedure for the compound stirire preparation ولكن هذه البوليسي لابد من توفر بعض الشروط فيها أول شرط أن تكون fully applicable يعني يكون كل الألمنت الموجودة فيها can be applied within the hospital scope of service الشرط الثاني the pharmacy they should also sign it الشرط الآخر أيضا أن تكون approved by IBC committee أثناء IBC committee لابد من مناقشة policy and procedure الجديدة أو حتى تحديث أي بوليسي أو procedure موجود عندنا ولابد أن تكون valid updated within 2 to 3 years أو حتى when indicated if we have any update we have to update it even if we have still time طبعا حتى نمنع التلوث في compound stirire preparation we should follow the aseptic technique أقصد فيها مثلا عن hand hygiene we should also use antimicrobial soap also we have to wear full PPE and stride PPE مثلا gloves face mask show cover hair cover and so on also a glove person should not touch any surface outside of the hood during the preparation طبعا عندنا المثل الثاني اللي هي خاصة في engineering control they are recommended some devices such as luminaire air floor hood or the biological safety cabinet حتى يكون متماشيين مع l-aiso class c international organization of standard لكن يفضل ان شغل هذا luminaire continuously and also especially before processing any product لازم على الأقل نشغل هذا الجهاز 30 minutes before or as bare manufacture recommendation الساب المنت الثاني ان compound preparation area should be restricted يعني ما يحد يدخلها الساب who is working in the compound relation area بعضهم يكون عندهم code ولا badge ولا access to be used before entering إلا في حالة واحدة اللي هي emergency situations in in this situation it can be covered with the head care worker بس بشارط انهم يكونون familiar مع الاسبتك technique وال proper use of BBE فلازم نتأكد من الهند hygiene وال BBE if they are compliant with appropriate use of BBE or also donning with doffing لازم نتأكد من الهند hygiene و لازم أيضا نتأكد if they are using a device مثلا النيدل if they are entering مثلا داخل الفيال access it should be also disinfectant with 70% الكحر بعد نسألهم خلال الemergency situation اشير practice عندهم اشير protocol we can allow the trained healthcare worker to be there in the emergency situation و نتأكد عن last comprehensive training on acetic technique and BBE that they are received compound straight preparation area should be functionally separated facility which is under positive pressure فالشرط الاول ان يكون الموقع معزول عن باقي الصيدرية والشرط الثاني ان تكون تحت positive pressure at least positive five baskets طبعا نسأل عن look sheet ونشوف record if it meet the criteria or not وطبعا لازم نشيك على الاقل لشهر كامل ونشيك اذا في اي قراءة كانت غير منطبقة للشروط نشوف مسأل عن any necessary action was done or job order was done or not المكسود فيها ان الباب يكفل تلقائيا ولا بد وجود هذا القفل التلقائي داخل غرفة compound rare preparation area الساب 20 20 الخامس يتم تحضير وخلط الأدوية الوريدية لابد أن يتم في Lumineer Air Floor Hood أو safety cabinet تحت Hiba Filter طبعا ولا بد Manufacturer Manual اللي هو كتيب التعليمات لابد أن يكون موجود في القسم الشيء الآخر document اللي لازم نبحث عنه لابد أن يكون في Hiba Filter متى تغير والBBM اللي أقصد فيها بي available in the units الساب المنط السادس in compound sterile preparation area it should be clean and disinfected with approved detergent and disinfectant by assigned well-trained housekeeper staff طبعا في هذا المنط لازم نطلب ال cleaning and disinfection schedule وراح يكون عندنا مبين في rule and responsibility of the compound sterile preparation person and also the housekeeper during the cleaning يعني for example wall floor ceiling surface should be cleanable and also it should be cleaned by trained staff other area مثلا زي الهود نفسها لازم يكون من مسؤولية combined sterile preparation staff بعد نشيك على material safety data sheet disinfectant المستخدمة في هذه الاريا طبعا هذه ملف يوضح فيه جميع المنتجات الموجودة في الاريا يوضح كفية التعامل معها يوضح أيضا الcontact time يكون موجود فيها المقصود فيه القماش الخالي من الوبر هو نوع خاص من القماش التنظيف لا يكون الياف عند استخدامه وأيضا يقلل من توليد شحنات الالترستاتيك طبعا الشيء المهم الآخر أن يكون approved disinfection لازم نشرح في checklist حق التنظيف type of disinfectant و also we have to follow the contact time as bare manufacture recommendation السابق المثال الثامن اللي هو maintenance record for hood and safety cabinets are available هذه document we have to look for it مثلا عندنا quality control record we have to look for و عندنا BBM أكصد فيها صيانة الوقائية الدورية لازم نشيك عليها ولازم نشوف المنتينance record بالنسبة لتغييرهم للهيبة filter متى وخلال كم ونشوف معاهم also certification حق الهود وال safety cabinet if it's valid or no we have also to ensure the certification of the hood annually or more frequently as needed and maintain the certification record all in the area all supplies and containers used in the combined preparation area should be asterized أكصد فيها أن يكون عندنا asterized gloves will gown will syringe single use of container zel ampules vial iv bag irrigation also bottle حقت multi doses of fire it should be asterized وكل هذه الأدوات it should be kept in anti-room طبعا لازم نلاحظ إذا كان supply stored in appropriate storage area sometimes a huge amount of supply is kept in the anti-room but this will lead us to increase risk of contamination thank you all for your listening